كل سنة وحضرتكم بألف خير يعني دخلين على موسم عياد ورمضان كل سنة وحضرتكم طيبين طبعا الناس بتعتمد على انهم يعيدوا على بعض برسائل الموبايل هتلاقي كده دايما ريبك او اصحابك او ارقام حتى غريبة بتبعث لك ميسجس على الموبايل او على الواتف عشان قطر تعيد عليك وتقول لهم كل سنة وانتو طيبين يمكن ده بقى يعني حاجة طبيعية الفترة تزيب قالنا كثير متعوبين طبيعية لكنها للأسف مع التقدم التكنولوجيا بسانت اصبح كل مألوف يعني بتكمن في المخاطر زيما دايما الخطر بيجيلك من الحاجة اللي انت بتكوني شايفاها اعتيادية او تعودتي اللي انت تشوفيها وزي ما عليك بسانت يعني مع قرب اي مناسبة احنا خلاص دخلين على شهر رمضان الكريم دايما بيكون في كتير من الرسالة اللي بنستقبلها على تليفوناتنا المحمولة تحديدا من معايدات وما خلاف ذلك بس لازم نخلي بلنا لان في بعض وهنا بقول بعض الرسائل المشبوهة وهنا بيستغلها الهاكرز عشان يستخدموها في السرقة والاحتيال الالكتروني طيب ده بيحصل ازاي هو ده في حقيقة الامر اللي هنجاوب عليه النهاردة من خلال فقرتنا في صباح الخير يا مصر اللي بنورنا فيها المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الخير يا بشمانت صباح الخير يا فاند صباح الخير يعني في البداية ايه موضوع يعني الرسالة اللي ممكن الناس تبع تهالي فتنصب علي منها يعني ازاي انا بصراحة الحمد لله يعني ممرتش بدا يمكن في حاجة تانية اسالي تانية يعني الناس بقت بتعمل بيها هك لكن ازاي من الرسالة حد ممكن ينصب علي وياخد مني الاكاونت بتاعي طيب هو مع التغير اللي حصل في عادتنا وتقاليدنا ويتحول المعايادات من المعايادات اللي كنا زمان بنروح نعيد على الناس في بيوتهم وبعدين بقنا بالتليفون وكنا معتدين ليلة رمضان وليلة العيد يبقى فيه صعوبة في الاتصالات انتقلت هذه المعايادات الى السوشيال ميديا وحسابات السوشيال ميديا المختلفة طيب طبعا احنا الهاكرز هما اصحاب كل توجه وكل جديد في ان هو بيحاول يوصل لمعلوماتي مبدئيا المالية ثم انه المعلومات الخاصة بمعلوماتي الشخصية الباسوردز بتاعتي كل الحاجات دي اللي احنا بقيم معظمنا مسجلينها على الموبايلات هتلاقي معظمنا صورة كارت البنك بتاعه موجودة على الموبايل بتاعه مسجل بايلات الكارت على المتصفح اللي هو بيستخدمه عشان خاطر مش كل مرة خش اشتري خش اكتب الستاشر رقم بتوع الكارت الباسوردز بتاعتي موجودة على بس انا عاوز هنا اعرف عن الجزئية الخاصة بالستاشر رقم لان انا واحد من الناس بعمل كده بس انا بشوف ان الامان فيه التلات ارقام اللي بيبقوا في ظهر الكارت موضوع كل عملية شيرة باشتريها لو طلبت يعني طلبت اللي انا اشتري حاجة اونلاين لازم ادخل لتلات ارقام في بعض الاساليب اللي ممكن اسحب بيها الفلوس من غير التلات ارقام انا عايزة اقول لحضرتك على حاجة انا من الناس اللي اتخذ مني مبلغ وقدر ويعني من غير ما بقى كدبة تلات ارقام اللي ورا بس ان انا مسجلة على تاني الكرادت كاود بتاعتي لكن تسجيله على الموبايل وعايزة اقول لك بقى عرف عرف تلع ايه احمد ان هم من بدري بقى بياخد منك في شهر ارقام قليلة انت متحسش بيها وانت بتراجع الترانزاكشن ستعتك ما تحسش بيها لغاية ما حصل بلك فهنا انا ركزت انه في حاجة نقصت بالزبط بالزبط وهو واحنا برضو من ضمن المشاكل بتاعتنا ان احنا بنخش في اي مكان بندوس بنوافق على سياسة استخدام الموجودة اللي هو ممكن يكون موجودة في سطر مكتوب بخط صغير انه هو هيسحب شهريا مبلغ كذا من الكارت اللي انتي عملتي بيه المعاملة ديت فعلشان كده الاحتفاظ بيه الخصوصية بتاعت البيانات المالية بتاعتي على الموبايل موضوع خطير مش مش موضوع سهلي وفضل ان احنا معلش نتعب في كل مرة وندخل الستاشر رقم ولما يسألني اسيف الكارت ولا لأ اقوله لأ ما تسيفش الكارت انا مش عايزة سنجله طيب نرجع تاني للجزئية الخاصة بالرسائل والحاجات في الاغلب الهاكرز بيعملوا اشكال رسائل حلوة وفيها جديد وفيها انوفيشن فانا بتعجبني شكل الرسالة فابتدي ابعتها لكل كل اصدقائي طيب الرسائل دي ممكن يكون الخطر جوه الصورة اللي جوه الرسالة ممكن يكون الخطر جوه الرابط اللي موجود جوه الرسالة ممكن يكون الخطر في مضمون الرسالة كل سنة ومتقيم ومنسبة رمضان في سحب كبير ويكسب هداية تليفون بتمن و كذا الف جنيه والحدها ما بترميش كتاكيت بالضبط 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 طيب فهنرجع للنقطة للخلف كده انا مش هينفع اكسب من على الانترنت من غير ما ابزي المجهود من غير ما اشتغل مش هكسب في سحب مش هكسب عشان رمضان جاي مش هكسب عشان العيد داخل كل الكلام دوت مش هيحصل لا فيه امر سعوديين بيوزعوا عربيات ولا موبايلات ولا فيه حد في الخليج بيعمل الكلام دوت كل الكلام ديت هي محاولات للنصب ومناسبة رمضان سحب مش عارفة هدايا من الامير كل الكلام دوت بيبقى 150% منه نصب الغرض منه ان انا اغلط وادوس على اللينك كون ان انا شفت الرسالة انا ما عنديش خطر ان انا شفتها لكن ما تعملش معه طيب عايزة سعلك سؤال دلوقتي الرسائل زي بتبقى بس على تطبيق زي الواتساب ولا لها تطبيق تاني مثلا حيث بتتبعت على بتتبعت على الواتساب بتتبعت على الرسائل بتاعت الموبايل بتتبعت على كل ممكن انا بقى بقى كل ادوات التراصل ممكن انا بالضبط لكن ممكن على مثلا فيسبوك لو حد كتب بوست معين وحد تحت كتب لكل سنة وانت طيب ومسلا فيه زي رابط لحاجة تحت كده لو انا دست على الرابط ده كمان ممكن يكون شيء وارد طبعا هي مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بتحاول تحارب ده وقت بس هو نظر زي ما قلنا ان الهكرس يعني معلش انا هفرق ازاي ما بينه يعني اكيد فيه نوع من انواع التفريقة اقدر الا انا لو شفت الكود او اللينك ده لا هو ده من غير ما دوس عليه هو شكله باين اللي مثلا فيه دوت كذا للأسف حيك انا ممكن تبقى حيك شايف رابط قدامك والرابط ده مرتبط برابط اخر فانت شايف الرابط اللي قدامك رابط سليم مفوش مشكلة مفوش حاجة غريبة بالنسبالك بس حيك اول ما بتدوس عليه هو موجود جوا هايبر لينك نوعا اي لينك انا معرفوش ومش مضمون بالنسبالي ما دوست عليه خارج بالزبط كده بالزبط بالزبط احنا مبدئيا الشغف وفضول المصريين طبيعي جدا خسرنا كتير من هذا الشغف وبنسمع مقاسي بنسمع مشاكل كبيرة لان في النهاية حيك انت لما بترجع للبنك وبتشتكي بيقولك ما انت موافق ما انت دوس خلول لا يحمل مغسلين وانت بتاخد الكارت مني وانت بتستلم الكارت اقرارك وجوه البنك ان انت مسؤول عن كذا 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 طمعي في ان انا احنا لسه نهارده مكتب التحقيقات الفيدرالية من يوم او من يومين حذر من الالعاب ودي دايما اللي بتنتشر في فترة رمضان الالعاب اللي بيقولك خش لعب وهتكسب وكل ما تلعب اكتر وتحط فلوس اكتر فانت هتكسب اكتر خلصتك في الفلوس تكتر بالزبط فكل الكلام نهارده لما مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي تطبيقاته من هذه الالعاب لا امريكا بكل ما هو مفروض من تقدم تكنولوجي ولو قلنا ان احنا عندنا الانوح مش الانوح ايه معرفة الوعي لو احنا عندنا الوعي في التكنولوجيا المتأخر شوية فهم اكيد عندهم الوعي في المواطنين هناك الوعي عندهم لاستخدامهم تكنولوجيا كبير فالنهارده لما يطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر المواطنين الامريكيين من الالعاب اللي بيقوله علشان افتح لك خش اشتري وبياخده في حتة تانية اللي هي العملات المشفرة احنا وصلنا لان نبقى فيه عملات مشفرة اللي هي قريدي اساسا ممنوعة في مصر مضروبة طيب ازاي احمي نفسي وحساباتي من الرسائل المشبوهة دي يعني انا اعمل ايه عشان خاطر انا ما اقدرش اضمن ان انا مش هدوس على لينك يعني وبرده صعب شوية يعني ممكن في الرسائل اللي هتتبعيتلي على واتساب يعني حد بعتلي كل ساون طيبة وحديك طيب بس انا مش رد ادخل على لينك لكن ازاي احمي نفسي بشكل عام من الرسائل دي طيب حيك برضو الجزئية الخاصة بي الروابط حيك دستي على الرابط فتحملي مسؤولية هزيه الضغطة سواء من على الموبايل سواء من على جهاز الكمبيوتر طيب انا النهاردة جايلي رسالة بتقول اضغط الرابط هتلاقي مفاجأة كبيرة مفيش مفاجأة ولا في حاجة فالنقطة ان احنا هو ده الخطر الاكبر ان انا الفضول والشغف ان انا اخش اشوف المفاجأة دي بتقول ايه ولا ايه اللي ورا الرابط 90% هبتدي اخسر من هذه الضغطة ممكن تبقى من الضغطة دي هو ما خدش حاجة من بياناتي هو بس هو خد كل الكونتكتس اللي موجودة عندي وبعت نفس الرسالة دي لكل الناس من عندي فبقيت انا كمان بنق للخطر من الخطر اللي جايلي انا لا لخطر لكل اللي حواليه طيب ماشموندس يعني اثناء القراءة لي الموضوع ده لي مبارح كده عشان اعرف اسأل حضرتك بشكل يعني متأني زي ما بيقولوا لقيت يعني بيتقال ان بعض من امور التصيد الاحتيالي اللي بتؤدي الى سرقة الهوية تمام انا وقفت انا هنكت هنا ايه التصيد الاحتيالي وهل انا عرف بنسرق فلوس لكن سرقة الهوية هيعمل بها ايه سرقة الهوية سرقة الهوية فيه حاجة كتير قوي ان انا اسرق بياناتك اللي اقدر اعمل بها حسابات باسمك ممكن اسرق سورة بطاعتك واسرق رقم التليفون وبطريقة احتيالية منه يعني هو اخذ معلوماتي وهيبتدي ينصب على الناس باسمك باسمك انت بالزبط دي توجه توجه اخر ان هو ياخد حسابك نفسه اللي الناس كلها عارفة ان ده حسابك فخلاص وهو بالنهاردة هيتكلم باسمك هبتدي ينزل بوسطات باسمك هيبتدي ينزل منشورات باسمك هبتدي يتعامل مع الناس باسمك ممكن يبعت الواحد لو سمحت صاحبك هو خلاص ما هو اخد حسابك واصدقائك موجودين فهيكوني يعرفك كويس والان وكده ممكن يغلط الغلطة دي من غير ما يرفع سماعات تلفون ويتأكد عليه يتأكد منك الحمد لله وثق مش هيبعت له حاجة ايه وثق مش هيبعت له حاجة والله حصلت كثير وحصلت مع ناس كبيرة مع ناس كبيرة مش كبيرة سنا يعني قيمة وقامة ناس قيمة وقامة ان لما فلان الفلان يبعت يقولي انا مزنوق في كذا بعتهمني دلوقتي وبقى في امريكا دلوقتي بيقولولهم يعني انا بيتصلوا بالاهالي يعني يقولهم انا فلان ابنكم ببعتولي وبيبعتوا فعلا فلوس طيب لو انا دست على رابط بالغلط اعمل ايه عشان احمي نفسي بغزبا عني ايدي يعني فاهم لو وقتش قال ايه بتكود طيب خلاص يعني لو ده حصل اول حاجة نفس الانترنت على التليفون بحيث ان الرابط اول لو تمكن من التليفون بيبتدي ياخد الداتا اللي موجودة على التليفون ويبعتها خارج التليفون للهاكرز او كده بحنا مبدأ ايا اول حاجة اعملها ان انا افصل الانترنت عن الموبايل ويعني هتطر ان اتخلص من الداتا اللي موجودة على التليفون كلها بدنا انا اعمل اعادة ضبط المصنع وارجع التليفون للصفر علشان ابقى متأكد ان مفيش حاجة خبيثة اتحطت او اتزارعت جوة الموبايل بتاعي ده الحل السريع السهل بالنسبة للاشخاص العادية هل اسهل ان انا محطش في المطلق بقى لان انا كلها متعرضين للسرقة كمان او اي حاجة ممكن تحصل ان انا محطش بسا صور او اي بيانات او اي حاجة على الموبايل نرجع لو بنتكلم بقى في العموم طيب رجاءة ما نحطش على تليفوناتنا اي حاجة نخجل انها تنشر عننا ما نحطش على موبايلنا اي حاجة مالية تخصنا ابني لما يبعتلي يقول لي بابا انا ابعتلي صورة الفيزا عشان عايزة اشتري ما اعملش كده لا ابعتلي حبيبي اللينك وانا هتخش هتفعلك لكن ابعتلي الصورة دي فيها مشكلة ما حطش حاجات تخص شغلي المهم اللي هو لو حد قدر ياخدها يدريني في شغلي او يدريني سواء انا موظف مكان او انا صاحب عمل خلينا نخلي التليفون للاستخدامات الخاصة بيه هو خلينا نخلي الكمبيوتر يعني نرجع كل حاجة لاستخداماتها الطبيعية يعني الغرض اللي انشئت من اجله اصل بالزبط بالزبط وكمان لو انا شغال يعني بيبقى احتمالية ان ده يحصل على الكمبيوتر لو انا شغال في شركة فيها اقدارة اي تي وفيها ناس مسؤولة عن الموضوضة بيبقى احتماليات ان ده يحصل اقل كتير من من ان انا انها تحصل من على موبايل او اذا اصل حاجة مع ام ضد يعني في ظل ظروف اقتصادية طبعا في بعض الناس بتقرر اللي انا هلغي الرسائل اللي بتجيلي من البنك الرسائل البنكية لان تكلفتها مثلا وليكن فشار من خمسة لخمستاشر جنيه اعتقد يعني حسب ما اتذكر هكذا مع الغاء هذه الخاصية ولا ضد الغاءها كونها ممكن تكون وسيلة امان ليا في البداية لو اتسحب اي رقم مني فهكلم الكل سنتر بسرعة والغي طيب مبدئيا ما اظنش النهاردة ان الرسائل زي اللي هي الباسورد اللي هي الان تايم باسورد او الكلام ده ان انا من حق الغي لا انا بكلم على الرسائل هنا لو انا استخدمت موقع اامن هيقولي الوطو بي دي اللي هيك بتقول عليها وابتدي اللي انا ادخل الكلام لكن انا بتكلم على الرسائل اللي بتجيلي حسب استخدامي البنكي لو يقولي ان تسحبت كذا دلوقتي لا بالعكس ده ده هي ده ده مهمة جدا لان انا النهاردة لما يجيلي لما حيك تبقى قاعد وتلاقي موبايلك بيجي عليه السالة اللي تم سحب بمبلغ كذا من حسابك كل ما حيك بتبقى اسرع في ان انت تبقى تبلغ البنك ان دي محاولة استيلاء هي طول ما الفلوس موجودة داخل البنكك لسه مخرجتش هي بتاخد تقريبا في حدود 24 ساعة علشان تخرج من البنك بتاعك ليه البنك الاخر انت اول ما بتكلم البنك هو ما بيرجعلكش الفلوس هو بيعمل على الفلوس بيوقف بقى الفلوس ويبتدي حق هو هل فعلا انت اللي استخدمت ده هل انت اللي بتحاول تنصب او انا اللي بحاول انصب على البنك وبقول له لا دي مش العملية بتاعتي وانا قريدي خدت السيرفز ومشيت ولا لا هي فعلا انا اللي بتعرض لمحاولة نصبه فيه ادارات خاصة بالكلام ده وتقدر تحقق فيه لكن طبعا الرسالة دي مهمة جدا لان انا اقدر في لحظتها هكلم البنك هقوله انا جاي لي رسالة ان تم سحب المبلغ او كمان احمي نفسي من سحابات اخرى بالضبط لان انا في الحالة دي ممكن اوقف الكارت ممكن ااخد اجراءات تانية ممكن ابلغ البنك ان المعاملة دي مش بتاعتي ولو سمحت وقف لي الكارت لان في الاغلب اللي بيحاول يسحب من الكارت ما بيبقاش عارف الكارت فيه كام بيبتدي يجرب بعملية مشت يكبر الرقم شوية فانا فعلا ممكن حتى لو احنا في الحالات دي 70-80% الفلوس بترجع طبعا انا بلغت البنك بسرعة وفي وقتها والبنك قدر يكون تروق على الفلوس ويبتدي يحقق في الموضوع في الاغلب بيرجع لي الفلوس 70-80% الفلوس دي بترجع بس انا حتى لو ما رجعتش فانا حميت نفسي من محاولة الاستلاء على باقي اللي موجود في حسابي طيب لو حالك تدي نصائح سريعة جدا للمشاهدين ازاي يقدروا يحموا حسابتهم ويحموا نفسهم من النصب الاحتال الالكتروني طيب زي ما قلنا ما احتفظش برقم الكارت او بصورة الكارت على الموبايل بتاعي الرقم اللي موجود في ظهر الكارت ياريت احفظه هم ثلاث ارقام ياريت احفظه وامسحه من على ظهر الكارت لاني والد ان انا وانا في اي مكان بحاسب العامل لأي سبب الاسباب قدري اللي بيحاسب عارف يصور الكارت عارف حاجة يبقى ما يقدرش ياخد الثلاث ارقام لان في الاغلب الستاشر رقم من غير الثلاث ارقام احتماليات ان الفلوس ترجع اكبر من انا لو استخدمت الستاشر رقم ومعهم الثلاث ارقام لما بجيش تكي للبنك البنك بيبقى في صفي لانه شايف انه لم يتم الاستخدام الكامل لبيانات الكارت الوتي بي لاي سبب من الاسباب لو جالي اوتي بي وحد بعتلي اي حاجة وقال لي انا مندوب البنك ولا انا موظف البنك وعايز الاربع ارقام او الستة ارقام اللي بقولك ده اكيد حرامي البنك وعمره ما هيسألك عليهم الباسورد بتاعتك بتاعت الاتم او الصراف الالي ما تديهاش لحد ما تطلبش من حد انه هو يساعدك على مكنة الاتم لو انت مش قادر تستخدم الاتم بنفسك خد معك ابنك خد معك اخوك خد معك حد ثقة هو اللي يستخدم لك الكارت بلاش نقف جنب المكنة اي حد من الناس اللي وقفين نطلب مساعدتهم في استخدام الكارت يعني هو خلاصة الكلام اللي انا استخدم التكنولوجيا او تحديدا استخدم بطاقات الاتمان بشكل امن بشكل يكون فيه عدم افراط ومبلغة في الاستخدام عدم الشراء من المواقع المجهولة مجهولة الهوية يعني لازم تكون المواقع اللي انا بشتري منها هي مواقع موثقة او مواقع امنة حتى ده بيحصل من خلال اللي هي بتبعات لي رسالة لتأكيد عملية الشراء عشان خاطر يخصم هذه الفلوس على اي حال نشكر حضرتك كل شمأندس تامر محمد خبير تكنولوجيا على المعلومات القادمة شكرا جزيلا شكرا يا فاندienne